أستاذ سعيد معينا سعيد عبد المسيح المحامي مساء الخير يا فاندم مساء النور يا سنة وحضرتك طيبة وبخير وكل مشاهدين المشاهدين لبرنامج ومحبيك بخير يا رب شكرا يا فاندم إيه اللي حصل بقى؟ الرجالة بيتجاوزوا أربعة عند المسيحين الرجالة فرحانة قوي ده مبدئية هم هم يعني الفكرة في موضوع الفرح لا ده هو مش فرح واحد ده هو أربعة أربعة أفراح صح أربعة أفراح صح أربعة أفواح فاحنا القصة كانت مشارة طبعا الأمور دي كتير جدا بس هي اللي ظاهر منها أو اللي بيتم النشر عنه بيكون قليل يعني فيه ندرة آه طيب دلوقتي ظهر فيديو يا فاندم لامرأة راح اتكشفت في السجل المدني احنا هنعرضه كمان شوية وراح اتكشفت في السجل المدني اكتشفت أن زوجها متزوج عليها سلاسة سيدات أخريات وعنده أطفال تمام بينهم امرأة مسلمة تمام أنا تفرقتي طبعا على الفيديو وبعدين يعني فجأت أن كان بعض الأسات زى المحامين يعني متسرعين شوية أو غذلهم الحماسة ما كلفوش نفسهم بعناء البحس يعني هو كانوا بيقولوا أن هو يتحبس آه وطبعا الكلام ده غير مجرم في مصر يعني لما يتجاوز أربع وهو مسيحي ما يتحبس لا ما يتحبس لأن فيش جريمة لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص مفيش في قانون العقوبات نص بعقوبة مثل هذا الشخص أو هذه الأفعال تمام ده فعل مباح في مصر والفكرة بس أنه يعني تقدموا لمكتب النقاب العام على أساس أن ده جريمة دي مش جريمة والمحضر هيتم حفظه هو كل ما هناك أن فكرة البطلانات يعني هما لو متحدين الطايفة من حق الزوجة الأولانين هي تقيم بطلان بس بشارط أن هما يكونوا متحدين الطايفة يعني لو هي أرزوزوكس وهو أرزوزوكس تقيم بطلان عليه تقيم بطلان عليه بقى ويتفصل في البطلان ده في المحكمة بالنسبة للأربع أقود التالية عليه ولكن فكرة المحكمة كمان في نهاية تشوف شروط البطلان وتبطل بعد ما تحصل على أحكام بالبطلان التلات زيجات الأخريات احنا عندنا نص مهم جدا في اللايحة 38 اللي هو محدش عارف أولها فين وأخيرها فين وبتطبق أحيان وبتطبق يعني مرة تطبق ومرة ما تطبقش ومرة تطبق بشكل جزئي ويتطبق معها الشرع الإسلامية يعني احنا عندنا فيه فيه في الحقيقة المفروض القانون يعني واحد لكن احنا عندنا ثلاث أوجه في هذا الأمر إن ممكن تطبق اللايحة ممكن ما تطبقش اللايحة وممكن تطبق اللايحة ويتطبق معها قانون آخر غير مسيح فهي ليها البطلانات بس تبطل بشرط إن يكونوا متحدين الطيفة يعني هو لو قدم شهادة إن هو مختلف الطيفة عن هذه الزوجة فهو من حقه إن هو يجمع ما بين الأربع لأن في هذه الحالة بتطبق أحكام الشريعة العامة الشريعة الإسلامية طيب أمي ايه النص اللي عندنا يا فندم اللي بيقول الاحتكام إلى شرائعهم يعني المفروض هو مسيحي أي إن كانت طيفته لو هو غير بقى الملة بتاعته بقى كاتوليك بروستانت أو أي حاجة في يعني إيه المفروض ما هو مسيحي ما يتجوز صغير واحدة طيب طيب هو أنا أنا النص ده حضرتك ده في المادة التالتة من الدستور تمام وهي كانت على أساس نهاية تبرير المادة التانية فحصل في التعديل الدستوري هذا النص بحيث إن هو يتم الاحتفاظ بالهوية الدينية للدولة ولكن كان إرضاءا للجانب الآخر من المصريين بالنسبة لغير المسلمين وهم يوضعوا المادة التالتة الاحتكام لشريح بس أنا القاضي عندي عمليا بقى هو النص ده طبعا الدستور ده هو من المسلم يعني شيء مثالي ولكن لازم يتعمله قانون بيصدر في مجلس الشعب لأن القاضي لا يطبق دستور القاضي يطبق قانون لأن الدستور ده نص على قانون السلطة القضائية فهو التوزيع ما بين السلطات والفكرة العامة لإدارة الدولة ولكن القاضي لا يطبق دستور بيطبق قانون لازم كان يتعمل قانون وده متعلق من 2008 في ناحية مشروع إصدار مشروع قانون لأحوال الشخصية المسيحية كل الناس مستنية بأمانة أو سيد سعيد مستنية من 2008 وأنا شايف أن ما فيش اتجاهات حاليا لإصدار مثل هذا القانون وبعدين أنا الفكرة كمان غلط يعني يفضل الأمر ده معلق مدى الحياة طبعا إيش هيصدر قانون وده لسبب يعني أن يصعب التوحيد ما بين التواقف أن هما يصدروا قانون موحد طبعا كل طريفة لها قانونها كل واحد دي ظروف وملة وكل واحد موضوع كبير أوي كل واحد ده ده فإلا إحنا كنا بنتكلم في الوحدة بقى ما هو قانون واحد ده إحنا يعني إحنا إحنا مش متفقين على حتى قانون الإيمان طبعا عشان يحصل يحصل وحدة طبعا طبعا فبالتالي كان الطايفة الأورثوزوكسة عليها أن هي تعجل بهذا الأمر لأن دي طايفة الأغلبية الإخوان من الطايفة الإنجليا ليهم قانون ما تلعبش فيه ومازال ساري وشغال وجميل وزال فل ما عندهمش أي إشكالية خالص فإحنا الطايفة الأورثوزوكس أن هي تربط نفسها مع احترامنا لإخواتنا ما فيش فرق ما بيننا يعني لكن أن يتربط جميع التواقف في القانون واحد ده أنا شايف أنه هو يعني شبه مستحيل صحب صاحبنا للجوزة أربعة ده في حالة منهم مسلمة إيه الكلام بقى فيها الكلام إحنا عندنا نص المادة 44 من اللايحة وهو مازال ساري أن الزواج الذي حكمه ببطلانه بيترطب عليه مع ذلك كافة الأثار القانونية ما بين الزوجين بشرط أن هما يكونوا حسن النية ده نص موجود في اللايحة 38 اللي هي هتستند الزوجة الأولى هتستند لهذا النص فمع ذلك كل الحقوق الزوجية على رغم البطلان بتاخد الزوجة بتاخد حقوقها وولادها بياخدوا حقوق من العلاقة علاقتهم بولدهم اللي هو تزوج أربعة دلوقتي وضعوا القانوني مع المرأة المسلمة وضعوا القانوني مع المرأة المسلمة عندي فردين والله الفرد الأول أنه يكون أشهر إسلام فأشهر إسلامه هو محتفظ بالأربعة يبقى مع الأربعة ده الفرد الأول ما أشهرش إسلامه طيما هما لو ما أشهرش إسلامه هيحتفظ بالأربعة برضو لا لو ما أشهرش إسلامه بيحتفظ بالأه طبعا في موضوع البطلانات هترفع أضايا ببطلان الزوجتين المسيحياتين دعوا البطلان وتشوف الحق أحكامها هيحصل فيها إيه أنا طبعا عشان مش قدام الورق أو أقدر أكزم في هذا الأمر فده شأن المحكمة فيه إبطال عقود الزوجتين الأخريات المسيحياتين لكن في الزوجة المسلمة عندنا القاضي بيعرض عليه لو ما كانش أشهر إسلامه بيعرض عليه الدخول في الإسلام فإذا دخل الإسلام احتفظ بزوجته المسلم لو رفض دخوله للإسلام فييتم التفريق يصدر حكم محكمة بالتفريق فيما بينه يعني القاضي يفرق ما بين الشخص المسيحي الزوج المسيحي وزوجته المسلمة رغما عنهما لكن لو أسلم خلاص هو راح معيها ما أسلمش يبقى فيه تفريق ما بينهم يعني يبطل العقد الجواز بتاعه يتفرق ما بينهم طب الولاد في الحالة دي راحين فين لا الولاد طبعا الولاد عندنا في الفرد طبعا كل الولاد هم بينسبوا لأبيهم وبينسبوا لولدتهم بصرف النظر عامة يعني كل الحقوق مفيش حاجة خالص هتأثر في الولاد الولاد يروحوا مسلمين ولا يبقوا مسيحيين والله أنا معرفش بقى أنه هو مخلف من الزوجة المسلمة لو مخلف بس ده مخلف منه طبعا في الحالة دي لو برضو هنتكلم أنه هو لو أشهر إسلامه هيبقوا الولادين معاه لو ما أشهرش إسلامه ديانات الولاد لو رغبت هذه الزوجة المسلمة باللجوء للقضاء بينضموا ليهم لغاية سنة 18 سنة يعني إحنا في الحالة اللي هو فيها اختلاف الدين ما بين الزوجين بينضموا الأولاد لغاية سنة 18 سنة للدين الإسلامي يعني ينضموا للدين الإسلامي بعد 18 سنة لو راحوا باباهم إحنا هو وزروفه بقى صحي كده؟ آه حتى بلوغ سنة 18 هو ده سنة التخيير الديني يعني بينضموا لل تسعيد معنا؟ طيب يعني إحنا فهمنا للوقت القصة المسلم إحدى الأبوين المسلمين بينضم إحدى الأبوين المسلمين اللي حين بلوقهم سنة 18 وهو سنة تخيير وهذا الأمر مش متعلق بالقانون هو متعلق بالليحة بتاعة الأزهر هي الخلاصة بيتتقوى للدين الإسلامي طالما تربوا عليه بيكملوا عليه يعني الله أعلم بس هو القصة كلها أنه هو لغاية سنة 18 سنة طالما هم مبلغوش السنة ده بينضموا أوتوماتيك للدين الإسلامي إلى أن يخيير ده في حالة اختلاف إحدى الأبوين بيقالوا أن هم بينضم للدين الأعظم ومن وجهة نظر الدولة المصرية الدين الأعظم من وجهة نظرهم هو الدين الإسلامي ده هو مش الأعظم هو يعني بيقال كده في النص أنه هو يعني في بعض أحكام القضاء في منسبة المجلس الدولة والقضاء الإداري أنه هو الدين الأعلى وفكرة الدين الأعلى أنه هو الدين الأغلبية يعني الدين الأغلبية تمام سيد سعيدة أنا مشكورة يعني هي شكرا يا فندم تحت أمرك شكرا لك وكل سنة وأنت طيب وحضرتك طيبة وبخير بس أنا عاوز أناوه برضو للناس عشان يعني الأمر إن كان فيه إحنا عندنا كل الأديان يعني بالنسبة حتى التوافل المسيحية هي فكرة الزوجة الوحدة ده مش فكرة إن محدش مش جريمة ده طبعا ضياع لحقوق الزوجات الأخريات وخاصة يعني المسيحيات إذا كان الراجل يرغب في الزواج من أكثر جديدة على المسيحيين إن واحد نكتشف إن هو اتجوز أربعة هذه جديدة جدا علينا فإحنا مش عارفين عملها إزاي الناس كلها بتدور على الراجل ده دلوقتي هو فندم هي جديدة بس هي مش جديدة يعني إحنا بنلاقيها في شغلنا الناس اللي عاوز تعرف كده بيطلع زوج مثلا حد اللي هو طفشان يعني من مراته الأولانية فأكيد بيتجوز مرة تاني أو بتاع أو بيسافر من بين بلد لبلد ومحافظة لمحافظة بيتصدموا بقى إمتى لما يجوا يطلعوا قدع إلي يعني الزوجات يروحوا لمصلحة الأحوال المدنية يتطمنوا كل فترة باستخراج قدع إلي عشان يبان إن جوزها متجوز عليها يعني أخرى من واحدة بس ولا أكتر ماشي شكرا جدا وسأسعيد شكرا لحضراتنا